أول حاجة احنا اتفاقنا عليها هو ان يسوع دلوقتي هنا ما هواش بعيد في السماء فبنحاول نرفع صوت عالي علشان نشوفه او ان يسمعنا ولا هو بنحاول نحضره هنا علشان احنا مش بنحضر حاجات احنا بس بنفتح عينينا عليه هو موجود كده كده في كل مكان لحاجة اتفاقنا عليها خلص اوكي فبوينت ون يسوع هنا سوف احنا خمس ثواني كده فكر في النقطة دي يسوع دلوقتي في المكان هنا تاني نقطة هو ان يسوع اللي موجود هنا الاله اللي موجود في كل مكان اللي عارف اللي هيحصل قدام وعارف كل حاجة عنك وعارف كل مشاعرك وعارف دوافعك هو اله بسيط يعني ايه اله بسيط يعني انت مش محتاج تعمل حاجة علشان هو يقبلك مش محتاج في توبتك تقدم زبيحة دلوقتي تتبح علشان يقبل الزبيحة بتاعتك فتغفر خطيك بسطته فحبه لنا مش حبنا ليه مش عارف ازاي اوفصره يسوع احبنا الاول فحبه لنا هو اللي مديني القدرة اني ببساطة اقول له يسوع انا اسف انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وفي لحظتها الموضوع انتهى وفي لحظتها تنال توبة وفي لحظتها كل خطيئك اللي انت كلمت عنها نساها مش حطاها على جنب في الارشيف بتاعك مش عمل لها الدوكمنتيشن كده كبير ورح حطتها اه مارك يوم الفلاني عمل كذا وقال لي انه هو تايب فرح حطاه فايل وسجلها عنده هو مساحة هي مش موجودة هرجع تاني عيد النوطة التانية يسوع بسيط يسوع الله انه هنا دلوقتي ببساطة ان انا اقول له يسوع انا اسف على انا عملته النهاردة واسف على انا عملته برح وهو يقبل ده منه اخر نقطة هو ان في حاجات ممكن تكون انت بايت عليها بالك فترة يعني كل واحد فينا انا برجع نفسي وانا بكلم معكم يعني انا في خطايا في حياتي انا عارفها دلوقتي عشان عارف ان انا بعملها وبتوب عنها كل يوم بس في حاجة انا سيبها مع الشيشة فيها من زمان في حاجة موجودة في حياتي انا ممكن من سنين ما سألتش عليها بس قاعدة جوايا وتلاقي يسوع بينوارلك كده عليها مارك في الحتة دي جواك انا عارف ان انا كنت شايلها عن عينك بقى ليه فترة بس دلوقتي دلوقتي انك تتوب عنها دلوقتي انت تقول لي عليها علشان برضو اشيلها مش علشان اقولك خلي بالك انت عملت كذا لا وكأنه حطت لي بلان علشان يشكلني بس ستل ببساطة يا يسوع انا بتوب عندي يا يسوع انا بتوب عندي يا يسوع انا اسف على دي done done خلاص انتهت يسوع نسيا هو اللي بيقول كده خلي بالك اطرحى في بحر النسيان اطرحى في بحر النسيان دي كبير قوي فده مش كلام بنحاول نشجع نفسنا بيه ومش كلام اللي هو يلا قوم وهتشتغل والدنيا تبقى حلوة وخلاص اللي حصل حصل واللي جاي احلى لا ده مش الكلام ده مش الكلام بتاع الناسية اللي في الشارع ده كلام الله في حد زده كل حاجة عملتها ان كانت خطيتك قد كده وكانت خطيتك شكلها بالشكل ده وكانت خطيتك سودة وكانت خطيتك حمرة زي الدو دي وكان مش عايف ايه بس هترحى في بحر النسيان ازاي؟ ببساطة يسوع انا عملت كذا انا اسف على ده انا عايز اتوب عن ده مش عايز اعمله تاني خلونا في وقت الصلاة اللي جاي ده نتوب عن كل حاجة في دماغنا احنا عارفين انها ممكن تكون مكلباشة فيها وتوب عن الحاجات اللي انت مش عارف تبطلها توب عن الحاجة اللي انت حاسس انك مربوط فيها واسيب هو بقدرته وبدعمته يشتغل على ده بس اول ستاب انك تقول لي يسوع انا بتوب عن دي مش عايز اعملها تاني بالبساطة دي بالإيمان ده فالهدف التاني هيكون عن التوبة خلونا واحنا بنصال الترنيم اللي جاي وفوقت بس اخواتنا بيصالوا معنا نرفع قلوبنا ونحدد الحاجات اللي في حياتي اللي عايز اتوب عنها خلي بالكو دي حتة مهمة قوي لازم احدد مش ربنا بتوب على كل الخطايا اللي انا عملاتها في حياتي امين نو ربنا بتوب عن دي ودي 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 وفي البساطة دي هو بيقبل التوبة فخلونا الوقت اللي جايده نصال لكتاب امين؟ امين؟